موسيقى بعد الزلزل الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر بمنطقة الحوز بدأت إشاعة روش متعية أن العالم الجيولوجي الهولندي فرانك هوكربيتس يحذر من وقوع زلزل ثاني كبير وتسنامي في المناطق الساحلية بالمغرب لكن هذا الأخير نفى هذه الإشاعة وقال على حسابه الخاص على موقع تويتر يبدو أن بعض وسائل الإعلان تدعي أنني توقعت حدوث زلزل كبير آخر وتسنامي في المغرب وهذا الادعاء غير صحيح فقد حذرت فقط من الهزات الارتدادية التي تقع عادة عقب كل زلزل وتستمر لأسابيع وتكون معتدلة وتتراوح قوتها بين 4 و5 هذه المعلومة أردت بها رفع مستوى الوعي العام وأضاف العالم الجيولوجي أنه من غير المرجح حدوث زلزل قوي ثاني على المدى القصير لكنه لا يستبعد هذا الاحتمال بالكامل وأخيرا حذر العالم الجيولوجي متتبعيه من الحسابات الوهمية التي تروج أقوالا كاذبة وتنسبها إليه ترجمة نانسي قنقر شكرا